بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل شرح chapter 1 والنهاردة بنعرض للblock of information فبنيجي بنقول قدي عندي هنا الblock of information زي ما شرحنا قبل كده انه لابد ان يتوفر فيه enough information اللي تمكن المشين من هي تعمل one job ننفعش 2 job في نفس اللاي فبقول اول حاجة بنبدأ بالن sequence فالن sequence بتبدأ بالن وبعدين 00 بنعمل three digits عشان نقدر بعد كده لما نجي نكتب البرنامج نقدر نلاقي three digits دي انتمكني من هنا اوصل one hundred line one hundred line في البرنامج فمسلا بابدأ وفضل ان احنا نبدأ one وهنبدأ الستبعد كده مثلا five ten and so on بحيث ان انا اعمل ايه ما ابدأش على طول ايه one two three four five لان احيانا بعد يا شباب ما بنكتب البرنامج بناجد ان ايه انا عايز اعمل modification فيه line معين عاز اعمل له insertion عاز اعمل insert line معين فاعمل ايه في هذه الحالة لما بكون ماشي step five five ten fifteen and so on بتمكني من ان انا ادخل لان اعمل لا ينزل عازيبها دين ايه فيما يتعلق بالان اللي هي ايه sequence number بعد كده بننتقل الى الورد التانية احنا قلنا ده ايه الورد add is format الـ j zero one اللي انا همشي ايه linear interpolation straight cut وبعدين بعد كده همشي لينيار فين قال لي X هنا دي بوينت X.A 2345 يعني يقول لي For Decision Precision وبعدين Y بالO.678 دي الأبعاد دي كلها بالإنش وبعدين M03 بيقول لي في M03 تعني إن أنا أشغل Spendle On وهي بقى إيه في Clockwise Direction تعال نشوفهم كده كلام داد لإنه 0.1 بيقول لي إيه دي الأبعاد We'll move the table 1.2345 inch in a positive direction along the X axis طيب while Y 0.6789 will move the table 0.6789 inch along the Y axis M03 spindle On Clockwise نيجي نكمل بعد كده يقول لي Before starting to program job it's important to become familiar with the part to be produced طيب شوف لي بقى الستيبس اللي احنا عملين هنا دي بيقول لي إيه أول حاجة لازم تبدأ يا جماعة from the engineering drawings The programmer should be capable of planning the machining sequences required to produce the part The most important thing اللي هي engineering drawings الاول تمسكها وتشوف الجيومترز اللي عندك وتبدأ لان التول هتبدأ تعمل كل حاجة التول كاتر هيمشي ازاي هنعرفها ازاي من الدرونجس اللي عندي الكود اللي هي كتب هنعرفها من الدرونجس اللي عندي طيب بعد كده بقول لك Visual concept must be put into a written manuscript as a first step in developing a part program بعد ما خلصت هاشوف الكل الداتة اللي انا قدرت اطلاها من الرأس واعمل ايه put into a written manuscript نكتبها في manuscript نشوف الطول path بتاعنا هيتحرك ازاي وهيعمل ايه ساستابلش رفرنس point for aligning the workpiece and the machine tool for programming purposes نقطة الانطلاق بتاعتي من ايه منا عرفت dimensions من الرسم فلازم اعرف نقطة الانطلاق سواء اللي الworkpiece او اللي المشين لغرض ان انا هعمل عملية الprogramming بتاعتي ولي دي manuscript the manuscript must include this along with the types of cutting tool and work holding devices required and where they are to be located نيجي بعد كده نتشوف الشارت اللي احنا عمليونه ده فبيقول لي ايه بقى اول حاجة format from the drawing to final product اول حاجة بيقول لك ايه الاخص اللي اللي فات يقول لي reading drawing يبقى كده شوف الراجل عمال يقرى فيه الرسمة اللي موجودة قدامه عشان يقدر يعمل لها programming فبعد كده بعد ما اقرى الرسمة كويس قوي قال لك خلاص هتنقل الخطوة اللي بعد كده وقدر ربنا كرمه يكتب ايه البرنامج بعد كده راح حط البرنامج فيه الكنترولر وعشان يقدر ييه الكنترولر يترجم الاكواد يعمل الinterpret للأكواد عشان ينقله للخطوة الاخيرة اللي هي هتطلع لي البارت اللي موجود قدامنا ده ترجمة نانسي قنقر